بسم الله الرحمن الرحيم نوفامر عفن واحدة الشر السؤال التاسع Paper 3 Variant 1 بيولي the graph in Figure 9 1 shows the relationship between current, current, and potential difference, potential difference for a resistor and a lamp. ده اللين ده بيدرس تغير الكيرنط مع الفولتج لريزيستور واللين ده بيدرس او الكيرف ده بيدرس تغير الفولتج والكيرنط الكيرنط بالنسبة للفولتج مع بالنسبة للامبة بيقول لي بص اولاد بكل بساطة انا قدر اجاوبها علميا من غير ما بص على الجراف بكل بساطة كل ما الكيرنط بيزيد في الريزيستور مش هيحصل له حاجة تمام انما بالنسبة للامبة بالنسبة للامبة كل ما الكيرنط بيزيد الريزيستور كمان بتزيد ليه لان الاتومز بتفايبريت فاستر فبتعوق مرور الكيرنط يبقى هقوله هنا انكريز ده اجابة يعني علمية كده طبعا نخل بالك برضو الريزيستور في وقت ملقوقات هيسخر وهو كمان الريزيستور بساطة تغير بس ده بشكل عام تعال بقى ندرسها من خلال الجراف تعال ندرسها من خلال الجراف حبيبي الجراف قدام حضرتك اهو هنلاقي ان سلوب ايكوز اي اي اوفر في اي اوفر في ماولو سلوب واي اوفر اكس صح جميل وانا عندي رول بتقول لي ان الريزيستنس ان الريزيستنس ايكوز في اوفر اي ده اوم سلو مش ملاحظ حاجة انه ده معناه ان الاسلوب ايكوز وان اوفر ار يعني لو سلوب زاد الريزيستنس تقل لو السلوب قل الريزيستنس تزاد تاني السلوب بناء على الرسمة ايكوز اي اوفر في واي اوفر اكس اكون انتو اومز لو ار ايكوز في اوفر اي بل السلوب شقلو بالار تمام يلا بنا نبص على الريزيستر واضح يا ولد في الريزيستر ان السلوب سابت لانه سترايت لاين مافيش السلوب ما بيتغيرش يبقى بكل بساطة بالنسبة للريزيستور السلوب كونستنت تمام يبقى الريزيستنس كونستنت تمام السلوب كونستنت يبقى الريزيستنس ايه كونستنت تمام طب بص بقى على اللمبة لو بصت على اللمبة هتلاقي ان السلوب كان كبير بدأ السلوب يقل 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 كل مدى السلوب عمال يقل كل مدى السلوب عمال يقل ده بالنسبة لللمبة الكيرف ده كده معناها سلوب بيقل اذا بالنسبة لللمبة السلوب بيقل ده معنى ان الريزيستنس بتاعته بتزيد ده لو انت عايز تفسر تفسير حقيقي من الرسمة نفسها طيب السؤال اللي بعضه بيقول لي state the value of the potential difference when the resistor and the lamp have the same resistance امت امتا الريزيستنس واللمبة انا الوقت يمش عندي رول بتقول لي v equal i r او بمعنى اخر r equals v over i يبقى امتا الريزيستنس يكون equal لو v equal وال i equal طب فين يا ولاد النقطة على الرسمة اللي v وال i equal بالنسبة للريزيستنس واللمبة هتلاقيها هي دي النقطة الوحيدة اللي الريزيستنس واللمبة الاتنين بيتساوو في الفولتج ويتساوو كمان في الايه في ال current في نفس الوقت تمام يبقى بكل بساطة هقول له عند 7 volt اهي عند النقطة دي عند مين عند 7 volt ده اجابة السؤال التاسع اي اي و double i نوفمبر 2011 paper 3 via paper 3